أسيس جورج طبعا يعني بالنسبة لنا القيامة هي المصداقية والشرعية لتصريحات المسيح لأنه مكتوب تبرهن تعين ابن الله من جهة روح القداسة بالقيامة من الأموات فالقيامة هي حجر الزاوية للإنجيل الأساس لمسيحيتنا لأنه كل المسيحية ترتكز على قوة القيامة ولكن كخادم أنت للإنجيل ماذا تعني القيامة؟ معنى القيامة القيامة هي جزء لا يتجزأ من طبيعة الله فهي ليس تعليميا لكن نحن نؤمن بالقيامة كحقيقة ونؤمن بالقيامة كعقيدة فالحقيقة والعقيدة هي في صلب الكتاب المقدس نفعل حسنا إن انتبهنا إلى كلمة الله كما إلى سراج منير في موضع مظلم فالحياة مظلمة بدون القيامة السبب لأن لا يوجد رجاء لا يوجد أمل لا يوجد مستقبل لا توجد أبدية بدون القيامة فالقيامة هي حياة الله في الإنسان المؤمن قوة الكنيسة الأولى هي أن المسيح مات ودفن وقام له كل المجد وفعلا يعني من تشوف ردود الأفعال في حياة تومة مثلا أو حياة تلمذية عمواس أو مريم المجدلية وكيف تغيرت حياتهم عندما التقوا بيسوع الحي واختبروا قوة القيامة صحيح صحيح أريد هنا أسيس نزار أن نعبر ولو مليا على طريق الصليب قبل القيامة فالتجسد هو رحمة الله ولطف الله وإنعام الله ومحبة الله لأن في التجسد نرى أن الله نزل على الأرض ولم ينزل على الأرض مرة واحدة لكن نزل تحت الأرض أيضا وقام في اليوم الثالث فالتجسد هو إشراق الله للبشرية جمعاء على مساحة الكرة الأرضية عظيم هو سر التقوى الله ظهر من الذي ظهر؟ الذي تحف به طغمات من الملائكة كل ملايين مليارات السرفيم والكاروبيم صارخة ليلا نهارا قدوس 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 مجده ملء الأرض له كل المجد فهذا المجد جاء إلى أرضنا ويقول يحنى الحبيب بهذا المدمار لأننا رأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب مملوء نعمة وحقا وهنا أريد بحصر اللفظ أن الإله المملوء نعمة هو النعمة والنعمة هو ومن ملئه نحن يا سلام هاللويا مجدا للرب ومن ملئه نحن جميعا أخذنا ونعمة فوق نعمة فوق نعمة وعندما يتجدد الإنسان الخاطئ الذي يلبي دعوة المسيح لقيامة الرجاء والخلود الأبدي يصبح لحم من لحمه وعظم من عظامه رعية مع القدسين ومن أهل بيت الله هاللويا مجدا للرب يا سلام